أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد أحبة في الله أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته واليوم مع قصة جديدة متجددة كما هو قرآن ربنا لا يخلق على كثرة الرد من قصص القرآن الحق الذي نأخذ منه العبرة والعظة يأتي رجل إلى كريم الله موسى بعد أن نزل موسى على حين غفلة من أهل المدينة فوجد المنظر الآتي كما قلنا في أول حلقة في هذا البرنامج أن شخوص القرآن شخوص متحركة واقعية ناطقة تكتل مسها دخل سيدنا موسى يعني بعد أن تشب عن الطاوق صار عند ثلاثين سنة كان يسمى بالأمير الملكي أنه ربي في قصر فرعون وبعدين نزل وجد رجل مصري من قبط مصر يتصارع مع رجل من بني إسرائيل في خلاف بينهم فتشابك الطرفان فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فما الذي حدث موسى عليه السلام كان رجلا قويا فوكز الرجل المصري يعني وضع يده مجرد وضع يده كما أن يريد أن يزيحه من طريق الإسرائيلي وكزه موسى فقضى عليه هو سيدنا موسى يعني يريد أن يزيحه وقع رجل الأرض مات في اليوم الثالث رأى نفس القضية فدائما كرم الله عز وجل يأتيك في الوقت الذي فيه المحنة تجد بصيص الأمل ولكن يجب أن يكون عندك يقين في ايه يعني كما قال شاعرنا كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضى وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى ولربما اتسعى المضيق وربما ضاق الفضى ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضى الله يفعل ما يشاء فلا تكون متعرضة إياك أن تقول ليه أنا كذا لماذا يقع كذا لا لا بالعكس بالعكس قل يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي جاءه رجل من أقصى المدينة يا موسى إن الملأة يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين أول عبرة من القصص ايه أول عبرة أن الإنسان لن يعدم نصيرا لا تظن أن الناس تخلوا عنك إن تخلى عنك الناس لن يتخلى عنك رب الناس لأنه أرحم بك من أبيك وأمك إن تخلت عنك الأرض لن تتخلى عنك السماء إن ظلمت أنك وحيدا في هذا الكون فأنت كثير بإخوانك من الصالحين وأخواتك الصالحات ودعاء الخيرين لك وقال يعني كما ورد في الأثر يعني أدعو الله عز وجل بألسنة لم تعصوا بها رب العباد عز وجل قالوا كيف أن لنا ألسنة لم نعص الله بها قال ألسنة إخوانكم لأنني لم أعص الله بلسانك وأنت لم تعص الله بلساني فأنا لما أدعو لك بالظهر الغيب هذا لسان أنت لم تعص به الله وأنت عندما تدعو لي وأنت عندما تدعو لي بفضل الله لم أعص أنا رب العباد بلسانك أو بلسانها هذا من كرم الله سبحانه وتعالى خرج منها خائف يترقب وصل إلى مدين وجد هذه الصورة جمع رعاه معهم قطعان من الماشية يسقون بعد أن تولى بعد أن أنه سقي ولي الأغنام والقطعان الماشية قاموا بتغطية البئر وغطاء البئر ثقيل جدا لا يرفعه إلا عشر أو عشرين كما ورد في كتب التفسير وجد سيدنا موسى من دونهم امرأتين تذودان القرآن كل لفظ فيه له قصة وفيه عبرة وجد من دونهم امرأتين الدون هو أقل منهم يعني من أسفل أو من أقل أو من الخلف أو بعيد أو يعني في درجة أقل امرأتين تذودان أي تدفعان بعيدا عن القطعان بعيدا حتى لا تختلط ماشيتهما بماشية القوم أو مستطعفين أو أن هاتين المرأتين من الحياء بمكان أنها لا تريد أن تشارك الرجل أو تختلط به أو تخترب منه تذودان قال ما خطبكما يا الله الخطب في اللغة يعني المصيبة يعني كأن الكريم عندما رأى بنتين أو مرأتين وسط رجال هاله مرأة أليس هناك من شهامة أليس هناك من رجولة أن تنحي هاتين الضعيفتين وتقوم أنت بالخدمة أو أين قيم هذه أين ولي هذه وفي هذا معلم أن المرأة بطبيعتها يجب أن تكون مكرمة ولا تخرج العمل إلا لضرورة وإذا خرجت في ضرورة العمل واجب عليها أن لا تختلط إلا بقدر الضرورة هكذا قرآن ربنا قال ما خطبكما الإجابة جاء قالت لا نسخي حتى يصدر الرعاء يعني نحن لا نخالط وأبونا شيخ كبير العائل غير موجود هاتان الضرورتان هي التي تلجئ المرأة إلى العمل العائل غير موجود ثم إذا اضطرت العمل فيتختلط بقدر الضرورة بما أمرها الله من زيها الشرعي هكذا يعني نستفيد من هذه القصة ثم فسقى لهما هذه شهامة رجولة ثم تولى إلى الظل يعني الرجولة ليست رفع صوت وليست اعتداء على الأضعف لا بالعكس الرجولة احتواء عقل شهامة فكر هكذا ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير هذا المعلم أنك لا تستغني عن فضل الله في صغير الأمر ولا كبير بس في نقطة لا تنسى الله في الرخاء فيذكرك رب العباد في الشدة لا تنسى الدعاء إلى الله في الصحة فلا ينساك عند المرض لا تدعو الله لا تنسى الله عز وجل في ساعة بحبوحة العين وفي الحياة فيقبل عليك في الآخرة إن شاء الله رب العالمين المفاجأة أنه الآن سيدنا موسى لا أنيس لا جليس بعدما كان في قصر فرعون صار مطرودا منه أو مطاردا ترك مصر كلها وذهب إلى صحراء سيناء إلى مدين أصبح وحيدا فريدا بعيدا عن عشيرته بعيدا عن أمه عن إخوته عن قبيلتي عن عائلتي عن مقربين منه ولكن لكن باب الله دائما مفتوه جاءته إحداهما تمشي على استحياء هذا معلم تمشي على استحياء يعني يجب على بناتنا أن يمشينا على استحياء نفس القضي تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما شقيت أن يبدو الرجل مقعد فأرسل أبنته هذه تدعو هذا الإنسان الذي صنع الخير معهم وفعل هذا بقطيعهم ليعطيه أجرا سيدنا موسى قبل أن يخرج من مصر قال رب نجيني من القوم الظالمين فلما أن جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجاوت من القوم الظالمين الجزاء من جنس العمل يعني ما زرعته سوف تحصده ما فيش إنسان يعني يبر الناس ويكرم الناس والناس لا يخرج الله منهم من يبر أهله ويبر أبناءه وبناته بعد أن يموت سبحان الله لأن ما زرعته سوف تحصده فيش إنسان يزرع خير إلا ويحصد خير وليس هناك من إنسان يحفر حفرة إلا ويكون أول الواقعين فيها بإذن الله من حفر لأخيه حفرة وقع فيها فلا داعي لأن تضيق صدور الناس نحو الناس تقول فلان يقول عنك كذا وفلان يقول لا يا أخي ليس هذا من سمت المسلم المسلم عبارة عن نقل الخير ورديء التوصيل مش للحرارة لا رديء التوصيل للمعلومات التي تترك عند الناس أثرا سيئا قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين عندئذ قال له عارضا عليه أعظم وأغرب زيجة في الإسلام في التاريخ كل إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هتين يعني لم يضطروا إلى قبول واحدة معينة لا قال له عندك بنتين انظر أفضل أفضل هما تزوج إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هتين طيب سيد نوسى جاي يعني يد أمامه يد خلف كما يقولون لا شيء معه لا مال معه جاي يعني سبحانه ربما يعني كان لا يملوك شيء خارج من مصر لا يملوك شيئا فيعلم الرجل أنه لا يملوك شيء طيب كيف يقدم له مهر المهر ده معروف من قدم التاريخ كله على أن تأجرني ثمانية حججة المهر تشتغل عندي عشر سنوات أنا رجل مقعد ما عندين للبنتين تزوج يبقى أنت أصبحت واحد من إيه من أهل البيت إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هتين على أن تأجرني ثمانية حججة فإن أتمت عشرا فمن عندي وما أريد أن أشق عليك الله أكبر يبقى إذن سيدنا موسى بعدما كان وحيد صار مؤتنسا بعائلة بعدما كان فقير صار يملك هذا سبحان الله يعني القطيع والخير بعدما كان أعزب صار متزوجا من بنت صالحة تمشي على استحياء بنت هذا الرجل الصالح الذي تقول بعض الكتب أنه شعيب وليس بشعيب لأن شعيب كان في زمن غير زمن موسى بينهم من بعض أربعمائة عام المهم فلما قضى موسى الأجل إذن نأخذ من القصة أن سيدنا موسى وافق وتزوج وعاش مع حماه هذا عشر سنوات لتسقط عنه عقوبة القتل في مسكن الدستور المصري في هذا الوقت كان تسقط عقوبة القتل عن القاتل بعد مرور عشر سنوات وعاد موسى بعد ذلك إلى صحراء سيناء وهو بالطريق كما نعلم وأضاءت الشجرة ونودي أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقى عصاك وأصبح كريما لله ورسولا لله إلى فرعون وملئه وإلى أهل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى حقيقة الأمر كل قصة في القرآن نخرج منها بأن دائما المحنة تتولد منها المنحة الإنسان الضيق يأتي الفرج الكرب يأتي النصر الهزيمة يأتي بعد ذلك العلو العز الذل يأتي بعده العز المرض يأتي بعده الصحة الضنك يأتي بعده السعة عندئذ يعني لتكن في معية الله يفرج الله كربك ويقضي دينك ويضيع حمك ويبدلك بعد العسر يسرى إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب أحبة في الله أدعو الله أن يفك كرب المكروبين وأن يسد دين المدينين وأن يهدي العساط والضلين وأن يهدينا جميعا سواء السبيل لا تنسوني من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر